السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته نشير اليوم الثلاث وأوضح السيد زيان في حوار صحفي مع الموقع المتخص التقانات نشير اليوم أن الدراسة التي قامت بها دائرته الوزارية مع الشرك ألماني لتقييم إمكانيات إنتاج الهيدروجين خاصة الأخضر في البلاد أشارت إلى أن الجزائر ستؤدي دوراً مهمة في الإنتاج وتصدير هذه النوعية استناداً لمقوماتها الكبيرة من الطاقة النظيفة على غير الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح زيادة على القنوات الغاز الرابطة بأوروبا والخبرة التي تتمتع بها في إنتاج الغاز الطبيعي وتسويقه وفي هذا الإطار أبرز وزير الانتقال الطاقة والطاقة المتجددة أن كل هذه العوامل ستسمح بإنتاج وتسويق الهيدروجين بسعر كيلو جرام جدة نفسي خاصة باستعمال قنوات ناقلة للغاز الطبيعي وأضاف السيد زيان في ذات السياق أن كل الدراسات هم بينها دراسة وكالة الطاقة الدولية ودراسة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تشير إلى أن الجزائر ستتزود أوروبا بالهيدروجين وخاصة الأخضر وهذا ما يفسر حسب قوله التقارب الألماني للشراكة مع الجزائر علما بأن ألمانيا ستعتمد بشكل كبير على الهيدروجين الأخضر مجال تحقيق أهداف محايدة الكربون في 2050 وأفاد بن عدته أن السيارات الكهربائية تمثل تحديا للجزائر لأن أغلب الدول الكبرى المصنعة للسيارات تتجه نحو تعميم هذا النوع مما يجب علينا إعداد الاستراتيجية الملائمة لهذا التحول وهذا يمثل أيضا إحدى راكائز مخطط عمل الوزارة حيث ستعمل الجزائر لتشجيع استيرات السيارات الكهربائية من مختلف الدول خاصة منها الأوروبية الرائدة في هذا المجال وقال وزير الانتقال الطقوي أن التوجه إلى السيارات الكهربائية يمكن من الحفاظ على الوقود والبنزين ومن ثم الحفاظ على النفط وأيضا إنتاج الهيدروجين الذي يمثل الغاز الطبيعي المستقبلي للجزائر